الله يجمع إن الإسلام هو التسليم التسليم موضوع واسع جدا إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين اليقين لن نستطيع أن نعرفه بدقة متناهية يمكننا أن نتحدث عن آثاره اليقين لا يدركه إلا صاحبه يمكننا أن نقول من أن اليقين أعلى درجات العلم ومن أن العلم انطباع الصورة الصحيحة للمعلومة ومن أن المعلومة شأن من شؤون واقع الحياة قد تكون غيبية قد تكون حسية قد تكون دينية قد تكون دنيوية يمكننا أن نتحدث بمثل هذه التفاصيل لكننا لن نقترب من حقيقة اليقين ولن نستشعر اليقين إلا أن نكون من أصحابه إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين إذا أريد إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين إذا أريد من التسليم المعنى الكامل للتسليم فإن المعنى الكامل للتسليم يساوي المعنى الكامل لليقين لكننا على أرض الواقع عملياً عملياً بحسب أحوالنا وبحسب جهلنا وبحسب نقائصنا وبحسب ما يعترينا من حالات الضحف والوهم لا نستطيع أن نصل إلى مستوى التسليم الكامل كي يتفرع عليه اليقين الكامل تسليمنا نسبي وحينما يكون يكون التسليم نسبياً فليس هناك من يقين وإنما هي درجة من درجات العلم قد نصفها بالإطمئنان إذا ما وصفناها باليقين فهذه مسامحة في التعبير لأن اليقين حينما نطلقه إطلاقاً حقيقياً فذلك يعني التمام والكمال أتحدث عن الجانب العلمي وهذا لا يتحقق لنا هذا لا يتحقق لأي أحد من الناس نحن نتحدث عن واقعنا الآن عن واقعنا الشيعي وعن مشاكلنا وعن نقاط ضعفنا إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين اليقين الوضوح تلاحظون أن التسليم أن التسليم يشتمل على وجهين على الوضوح وعدم الوضوح حينما أكون مسلماً لإمام زماني تسليماً حقيقياً لا أقول كاملاً لكنني أسلم تسليماً حقيقياً بدرجة من درجات التسليم عندي صورة واضحة وهي أن إمامي كامل فما يصدر منه كامل أيضاً وعندي صورة ليست واضحة تفاصيل ما يصدر عن إمامي لا أعرفها فمن هذه الجهة هناك عدم وضوح ومن جهة التمسك بعروة إمامي هذه جهة واضحة اليقين اليقين وضوح في كل الجهات التسليم هو الذي يقود إلى اليقين إلى الوضوح في كل الجهات هذا بتوفيق من إمام زماني وإلا فلو كانت القضية راجعة لي فإن الجهة التي هي ليست واضحة ستبقى موجودة معي لكن الوضوح هذا الذي عبر عنه باليقين لن يتحقق لي ولا لغيري إلا إذا ما بلغنا الدرجة الكاملة للتسليم وحينئذ سيتلاشى عدم الوضوح شيئا فشيئا لماذا لأننا حينما نصل إلى التسليم الكامل هذا يعني أن نورية معرفة الإمام قد غطت كل المساحة في عقولنا وقلوبنا وذلك هو اليقين والله يا أبا خالد الإمام الباقر هكذا يقول لأبي خالد الكابلي والرواية في الجزء الأول من الكاف الشريف والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنوروا من هذه الشمس المضيئة بالنهار أطفئ السراج أطفئ السراج سراج عقلك لا محل له هنا لقد أشرق النور لقد غطى النور كل المساحة لا معنى لسراج عقلك أشعل سراج عقلك حينما توجه أنظارك إلى جهة أخرى هنا جهة النور هذا هو وادي الضياء هذه أرض الهداية أنت في فناء إمام زمانك أطفئ السراج أطفئ السراج فقد أشرقت الشمس والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في النهار هذا هو اليقين المتفرع عن التسليم إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق يمكنني أن أقول من أن التصديق نهاية اليقين اليقين تصديق والتصديق يقين لكننا إذا أردنا أن نراعي الدقة في هذه التعابير بحسب لحن قولهم بحسب معارض كلامهم فإن الإمام هنا حين يعرف اليقين بالتصديق فهو لا يريد أن يقول من أن اليقين هو اليقين التصديق هنا له دلالة تختلف عن اليقين التصديق أعلى درجة في اليقين وأعلى درجة في اليقين تختلف اختلافا كبيرا عن كل درجات اليقين لأنها تستشرف من الحقائق ما لا يمكن أن تستشرف في كل درجات اليقين إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق حينما يصل الإنسان إلى هذه المرحلة فقد وصل إلى نهاية العلم أتحدث عن القيمة العلمية عن المستوى العلمي عن شدة العلم وضعفه إذا بلغ الإنسان المتدين إلى هذه المرتبة فقد بلغ إلى أعلى درجات العلم ما بعد العلم هناك شيء آخر ما بعد العلم هو تغير تبدل حقيقة العالم أن يتحول العلم الذي هو بهذه المرتبة أن يتحول إلى حقيقة ثابتة في نفس العالم سيكون العلم شيئا آخر ما هو بمجموعة صور للمعلومات بغض النظر عن درجة انفعال نفس الإنسان معها هل هي في حدود التصور فقط هل هي في حدود التصديق أتحدث عن التصور والتصديق بحسب مصطلحات الفلاسفة والمناطق لا أتحدث عن التصديق الذي ذكره أمير المؤمنين وإنما بحسب مصطلحات الفلاسفة والمناطق فهم يتحدثون عن التصور عن انطباع صورة من دون إذعان نفسي بخصوصها أما التصديق فإن درجة الانطباع تكون موائمة لحالة من الإذعان النفسي بقبول بقبول تلك الصورة على أنها حقيقة موجودة على أرض الواقع ما يصلح عليه الفلاسفة بالعالم النفس الأمر وأنا لا أريد أن أخوض في هذه المصطلحات لكي أدوخكم فيها الحقائق الثابتة يصفونها بأنها من الحقائق التي هي ثابتة في العالم النفس الأمر يعني في عالم الواقع الفلسفي أعود إلى حديث أمير المؤمنين بعيدا عن هذه المصالحات الفلسفية التي ستأخذكم في متاهة كنتم اضطرا لاستعمالها للتمييز بينما يأتي في كلمات أمير المؤمنين وبينما هو عند الفلسفة والمناطق إن الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التصديق وصلنا إلى نهايات مراتب العلم سيتحول العلم إلى حقيقة والتصديق هو الإقرار هنا يتحول العلم إلى حقيقة ستكون هذه الحقيقة ناطقة في كل كيان الإنسان هذا هو الذي تتحدث عنه الروايات الشريفة نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل إنه العابد وهذا العابد عالم لكن علمه في مستويات التصور والتصديق التي يتحدث عنها المناطقة والفلاسفة لهذا السبب أنا أخحمت هذه المصطلحات كي أفرق لكم بين تصديق الفلاسفة والمناطقة وبين تصديق سيد الأوصياء لا أتحدث عن تصديقه هو أتحدث عن التصديق الذي يريده لشيعته فهو هنا يتحدث عن إسلام عن تشيع يريده أن يكون لشيعته نحن لا نتحدث عنه لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن تصديقه فذلك شأن خاص به يختلف المعنى حينئذ بدرجة كاملة نحن نتحدث عن تصديقنا نحن عن التصديق الذي يمكننا أن نصل إليه قطعا ليس بجهدنا وإنما بتوفيق من إمام زماننا وبسعي مننا لكن الأساس هو التوفيق بنظرة رعاية من صاحب الرعاية من الحجة بن الحسن والتصديق هو الإقرار الإقرار قد يطلق على ما يتلفظ به الإنسان وهو صادق فيما يقول وهو معتقد لما يقول هو صادر عن ذاته عن باطن خلجاته النفسية عن مضمون ضميره لكن الإقرار هنا أبعد من هذا المعنى هذا إقرار يكون بالحال لا بالقال وإذا كان بالقال فهو انعكاس عن الحال إن الإسلام هو التسليم هو التسليم أن نطفئ استراج عقولنا لأننا في فناء الشمس المضيئة فعينما تغطي أشعة هذه الشمس كل المساحات في عقولنا وقلوبنا ووجداننا وضمائرنا فإننا قد وردنا مشارب اليقين وإذا ما تسامى اليقين قطعاً لتوفيق إمام زماننا وها نحن نلامس التصديق التصديق أعلى درجات العلم وحينئذ سيتحول إلى حقيقة تكوينية تكوينية في وجودنا لن يكون صوراً عابرة إنها حقيقة علمية تلامس وجودنا المادي والمعنوي في الوقت نفسه وهذا هو الإقرار إنه الإقرار الحالي قبل الإقرار القالي فالإقرار القالي هو إقرار القول والإقرار الحالي هو أن كيان الإنسان قطعاً في بعده المعنوي أولاً وهذا سيترك آثاراً على بعده المادي أيضاً ذلك العالم الذي نومه نومه أفضل من عبادة العابد لماذا لماذا لأنه حين وصل إلى مشارف التصديق وتسمى إلى أعلى رتب العلم أتحدث عن العلم الحقيقي عن العلم الذي يكون علماً محدثاً عن إمام زمانه لا أتحدث عن هراء الطوس وأتباعه من مراجع حوزة السفاهة والسفهاء في النجف وكربلاء أتحدث عن العلم الذي يتحدثون عنه من أن الفقيه الشيعي لا بد أن يكون محدثاً لا بد أن يكون مفهماً أتحدث عن هذه المستويات العلمية العالية ستؤثر في تكوين الإنسان وهذا هو الإقرار والتصديق هو الإقرار والإقرار هو العمل والإقرار هو العمل المراد من العمل هنا المراد من العمل هنا ما عليه هذا العالم نوم العالم نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل حينما يكون في درجة الإقرار فإن نومه عمل وإن يقضته عمل وإن حركته عمل وإن سكونه عمل هذا المضمون الذي تتحدث عنه الروايات في صوم شهر رمضان من أن نومكم فيه عبادة إنه نوم هؤلاء ومن أن أنفاسكم فيه تسبيح إنها أنفاس هؤلاء أي نوم للأخبياء يكون نوما يقال عنه عبادة هذا غبي نام في فراجه وثك أثول نام في فراجه من أين تأتي العبادة لهذا الغبي أو لذاك الأثول أتحدث عن الشيعة وأتحدث عن كبار مراجعهم فهذا المرجع الغبي وهذا المرجع الأثول السفي الذي يعتقد باعتقادات الطوسي من أن الإمام الحجة يسه وينسى إلى الحد الذي يصير مخبار هذا الأثول حينما ينام كيف يكون نومه عبادة هذا يكون نومه راحة للخلق لأنه يتوقف عن بث الضلال بعض الوقت فحينما من ينام ينطمر السافل هذا يخلص الواد ينشب يروح واللينام يسكت كيف يكون نومه عبادة النوم العبادة والأنفاس التسبيح هي التي تكون لهذا الذي يحمل تشيعا بهذه المواصفات التي يتحدث عنها أمير المؤمنين هو هو ما جاء في كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نفس المهموم لظلمنا تسبيح هو هو هذا المهموم الذي ليس في قلبه إلا ما يرتبط بهم نفس المهموم لظلمنا تسبيح وهمه لنا عبادة هذه الكلمات التي قال عنها إمامنا الصادق من أنه يجب أن تكتب بالذهب هذا هو كلام الذهب وهذا هو ذهب الكلام نذهب إلى فاصل